وأنت تتجول في شوارع سانتوغستين لا شيء يوحي لك بأنك في مدينة أمريكية فالهندسة المعمارية للبنايات والأزقة تشبه كثيرا المدن الإسبانية خاصة العتيقة التي لديها تاريخ مرتبط بالفترة الأندلسية سانتوغستين هي أقدم مدينة في الولايات مما يعني أننا سبقنا جيمس طاون المستوطن البريطاني ب42 عاما وسبقنا البلغريمز ب55 عاما نحن أقدم بكثير من المستعمرات البريطانية هنا عقد أول قداس كاثوليكي رسمي في الولايات المتحدة وأول قداس يوناني أرثوذكسي وأول مجتمع من الأشخاص السود الأحرار سانتوغستين التي تقع في شمال شرق ولاية فلوريدا تعتبر أقدم مدينة أسسها الأوروبيون في أمريكا أنشأها المكتشف والبحار الإسباني بيدرو مينينديس دي أفاليس عام 1565 لغالب إلا الله عبارة منقوشة على واجهة هذا المتحف في مدينة سانتوغستين والسبب أن مهندس هذه البناية استلهم تصميمه من قصر الحمراء الموجود في مدينة غرناطا الإسبانية فيلا زوريدا المعروفة أيضا باسم قصر زوريدا هي بناية شيدت في عام 1883 من قبل رجل الأعمال فرانكلين سميث وهي مستوحات من قصر الحمراء في غرناطا الإسبانية أطلق عليها سميث اسم فيلا زوريدا نسبة لإحدى الأميرات في حكايات قصر الحمراء لواشنطن هنا عدة مباني ذات هندسة أندلسية لأنها بنيت خلال القرن التاسع عشر وعنذاك كان هذا النوع من الهندسة شائعا في هذه المدينة ذات الهوية الإسبانية لذلك أراد المهندسون وقتها أن تكون كثير من المباني مستوحات من الهندسة الأندلسية تم بيع المبنى وجزء من التحف الفنية التي كان يملكها فرانكلين سميث إلى أبرهام مسلم وهو تاجر سجاد وآثار سوري الأصل في عام ألف وتسعمائة وثلاثة عشر وفي سنة ألف وتسعمائة وثلاثة وتسعين أضيفت هذه البناية المميزة إلى السجل الوطني الأمريكي للأماكن التاريخية ريد أبو شافرة الحرة سينت أغسطين فلوريدا ترجمة نانسي قنقر